الارهابا طرقات التي واصل حظ المزيد من الأرواح حيث لقي شخص يبلغ من العمر 28 سنة حطفة وصب 12 شخصا آخرون كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين إذا استضامها بشاحنة مقطورة بطريق السيار شرق غرب بلدية تاجنانت بولاة ميلة النقطة الكيلومترية 123 حيث تعمل حافلة الأخذ سجهراس العاصمة التغطية لسوفيان بوعون وقع حادث مرور مميت للمرور على الساعة الواحدة ونصف صباحا بطريق سيار شرق غرب باتجاه ولاية سطيف إقليم بلدية تاجنانت ولاية ميلة أصفر عن وفاة شخص وإصاب 12 آخرين بجروح متفاوتة تمثل الحادث في استضام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة مقطورة التحقيقات جارية للكشف عن أسباب الحادث وبهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام الجملة المحرية شكرا لكم على كرم الإصدار